كل اللي طلعوا على الفيس وباضوا علينا بوطنيتهم وحاولوا يقضفوا لايكات انا ما بعرف اساسا انه يمكن غشين بهذا الموضوع ما بعرف شو بفيد زيادة عدد اللايكات ما بعرف يعني مارك بيبعث لكم مصاري او شاه انت يعني انت مت غشين بهذا الموضوع بس انت غشين بكل المواضيع اللي طرحتهاube هالفيديو اساسا يعني حبيبي انت فاتح مباشر من الفيسبوك يعني انت فاتح مباشر من الفيسبوك يعني مناطر العالم تتجمع عندك لحتى تجيك لايكات وعلى صفحتك اساسا كاتب قبل ما تبعت لي طلب صداقة عمل لي متابعة يعني وكل شوي بتنزل منشوره عامل لي فيها الاعلام العظيم انت ما لقى علاقة بالاعلام طبعا يعني سألت عنك بحبشت ما لقى علاقة عم بتحاول قد ما فيك وعم بتبوس من هون ما رح نقوش عم بتبوس وكذا من هون لحتى تحاول توصل وتلمع صوتك انك انت الوطني الوحيد في سوريا يعني انت عم تحكي عالشعب كل ياته هون ما تركت حدا اساسا ما مسحت الارض في به المباشر وعساس انك انت الانسان الوحيد اللي بسوريا وطني وقاعد بسيارتك ومبسوط والله وضعك مبين انك مرفه يعني كمل انشوف كمل انتو ادفع من ان انتابعكن او يكون عمكن شعبية ما بدي سمي ولكن انا رأيي شخصي عن نفسي عم بحكي اغلب الناس اللي طلعت وناشدت السيد الرئيس انه برداني او جوعاني او بدي غاز او بدي مازوت او بدي شي تمام اي هي العالم كل ياته اللي طلعت وناشدت اي انه برداني وانه جوعاني وانه بدي غاز اي شغلطة يعني هدول عالم تافه يعني هدول عالم تافه شو هال مطالب انتو اللي عم تطالبو يا جماعة شو هاي بردان و جوعان و بدي غاز لك لك انت سوري انت سوري لازم تقبل بالزل لازم تقبل المسؤول ياكل لقمة ولادك لازم تقبل الحكومة تدعس على راسك انت تافه تافه انت كمل فضل معك انا هون معك نحن ناس ما بنحب بلدنا وبصراحة ما بنستاهل نكون قاعدين فيها نحن او كل حدا بيتصرف في اي طريقة والله العظيم كان كتير عليه روح يقعد بمخيم برا ويقعد زليل ولا يجي هلأ يزلنا قدام الناس ويعملنا فرجة وعلكة بتم العالم ويخلي اللي بيسوا واللي ما بيسوا عم يحكي علينا اليوم مشان جرت غاز وشوية ما زوت وكهربا صح مهمين وضروريين بس كرامتنا اهم يا رجل اللي اجضل فيها كرامة يعني واحد عم يشوف ولاده عم تموت قدامه ومن الجوا ومن البرد عم يتكتكو وين الكرامة بقى شو هي الكرامة بس فهمني شو انت مبدأ الكرامة عندك وما بدأ الكرامة عندك انه وضلك تاكل قتل وتاكل ضرب وتاكل كفوف وانت ساكت لانه نحن منحب بلدنا حبيبي اللي عم تجوعنا مو بلدنا البلد هي جبل وارض وبحر ومي وشجر هاي هي البلد بس المسؤولين والتجار والدولة هي اللي عم تجوع واللي عم تزل المواطن وهذا اللي عم ننتقضه نحنا اما انجل بتقلي ما بتحب بلدنا لأ اكيدا منحب بلدنا حتى انا اللي هاجرت وسافرت بحبة لبلدي وما بحبها ما بحكي اساسا يعني وما بيعنيلي موضوع بلدي كل مواضيع هنا بحكيها بحب البلد طبعا لأن بس لما نحنا عم ننتقد ما عم ننتقد البلد سوريا شو عملتلي انا ما قزتني سوريا يلي مستلمين سوريا اللي عم يأزونا اللي يطفشوا الشعب اللي عم يجوعوا العالم وهلأ كمان جاي عم تمسح الأرض بالعالم اللي عم تناشد السيد الرئيس والله انك فضيع بتقول له نخرسوا كمان وما خرسوا فاتح لي مباشرة عم تبهدل العالم والعباد تفضل كمل اللي نشوف كمل خيو خلينا نكون واقعيين وكل واحد يحكي على قدو في مثل بيقول شو اسمه على المرتكي هين فكل واحد وقت شو اسمه يرتكي على إياسه مو على أكبر من إياسه انت مواطن مطلوب منك تشتغل مطلوب منك تأسس عيلي مطلوب منك تربي ولادك مظبوط الله إذا أدرك يكون عندك بيت عندك سيارة تعيش على قدك وإحكي على قدك أنا ما عم هدد انتبهوا أنا انت مواطن بتعيش على قدك وبتحكي على قدك وإن شاء الله بتاكل ألف كث وألف بوكس على وجك وعلى خدك ما بصير بتحكي انت مواطن ولاك مواطن انت مواطن زليل معيش طعمي ولادك إحاول إذا صار عندك بيت وسيارة عيشها بس قوعك تحكي وتفتح تمك أكتر من اللازم لازم تشوف أولادك وأهلك وأنت مصرياتك وكلك عبعضك عبتنسرق وعمتنهب وعمتغتصب ما بصير بتحكي هيدول أولاد المسؤولين ولا هيدول كسارين راسك هيدول المسؤولين هيدول الوزراء هيدول الزعران الفلتاني بالبلد أوعك تفتح تمك كمل أنا معك كمل كمل بس برجع بقول السعتني بكرامتي قاعد ببلدي رافع راسي ما بمسك بطاقة لاجئ ولا بمسك جواز سفر مزور ولا إقامة لاجئ ببلد ووقف عالدور على فكرة وقفتوا عالدور برا ما حكيتوا واعتبرتوا نظام هون إذا وقفنا عالدور منعتبره إهانة هون المفارقة برا إذا وقفنا عالدور لو في قدامنا ألفين واحد لنقول أخي النظام نظام بس هون إذا وقفنا عالدور قدامنا خمسين واحد بنقول عم ننهان ببلدنا ليش؟ لأنه نحنا مولى بإنا قاعد بسيارتك دفيان ومشغلة وعم تتفتل فيها وفاتح من السريجي مباشر قدي معك مصاري وأكيدة مترفه وامورك تمام ويعني ورافع راسك بوضعك إنه أنت كتير علاقتك قوية مع الزعران والشبيحة اللي حواليك يعني إنه فأكيدة بدك تكون مبسوط يعني وأمورك ظابطة وعم بزبطولك أمورك ودابشي لك لتحكي وتسب الشعب والعالم لأنه بعد ما خلصت الحرب إن قطعت رزقتهم من شو بدون يسرق وبدون يخلقوا أزمات وصيروا بيعوا جرة الغاز بأربع خمس أضعاف يعني وبتعرف أنت ونفس الشي دور البنزين والموازات وهل كذا وبعدين عم تحكي إنه اللي واقف بره يوقف على الدور حبيبي إنه نحن هون اللي بره نحن بأوروبا أول شي ثلاثة أربع أوراق الدولة اللي متعلقة بالدولة بتوصلنا على البيت ببريد ببريد شو بدك أبسط من إنه أي شيء كهرباء والإنترنت وهالقصص هاي ندفع نحن وقاعدين عن طريق الموبايل ندفع ماشي وأي معاملات دولة اللي الجنسية بتوصلنا على البيت ببريد الهوية تبعي متلا متل المواطن السويدي هوية مقيم مقيم ملاجئ مبشي اسمه لاجئ هون كلمة لاجئ فيها سجن إذا حدا بيقلك لاجئ ميما كان يكون بترفع لي دعوة بينحبس فيها مبشي اسمه لاجئ إقامة ماشي بالنسبة لموضوع الدور نحن هون إذا وقفنا على الدور إذا في إيراني فيها وقفة دور إذا قدامي عشرة يعني أنا رقمي عشرة بسوريا لما كنا نوقف على الدور قدامي عشرة بيفوت مية من على جنب هذا من الفرع الفلاني وهذا الشرطي الفلاني وهذا الضابط الفلاني وهذا ابن الضابط الفلاني وهذا دافع مصاري مدل قديش بظلني واقف أنا رقمي عشرة بيظلني واقف من الصبح للليل ممكن ما يجي وما يصير رقمي سبعة وبيفوت ألفين هذا الفرق مشان هيك نحن بسوريا منحس بالزل لما منوقف على الدور وبهي البلاد منحس بكرامتنا لما منوقف على الدور لأن هون الدور دور تفضل كمل يا دور لا حدا يزعل مني نحن مولى بإنا ونحن بنعمة ما بنعرف قيمتها اسألوا اللي قاعد برا شو حاسس هلأ وشو وجهة نظره باللي عم يصير هلأ بس يكون بشرط بيخب هالبلد مو شمتان فيها ولاش امتان فينا لك يا رجل عن أي نعمة عم تحكي العالم عم تموت من البرد العالم عايشي بقلة ما حدا مرتاح بالبلد وما حدا عايش غير السراء والحرامي والنصاب واللي كان عم يعفش واللي كان عم يخطف العالم واللي كان عم يبيع اسلحة واللي عم يتزعرهم واللي اليوم عم يبيع جرة الغاز بالأضعاف والمواد الأساسية عم يبيعها بأضعاف لما بيكون فيها نقص يعني الفاسد هو اللي عم يعيش هلأ أي نعمة عم تحكي عم تسألني انه انت شو حاسس حاسس بدفع ليك أنا لابس شورت لابس شورت قاعد بالبيت بالسويد قاعد أنا درجة حالة بره خمسة ناقص لابس شورت قاعد بالبيت بلبس نص كم شبعان شغلي تمام أموري عايش أحلى عيشة ما بسمع كلمة ما بتعرض لموقف في قلة احترام تقل لي شو الكرامي أهم الشي عايش بكرامتي يا حبيبي هاي الصراحة تفضل كمل تكمل يا رجل انت ما عم تحكي منطقة نوب انت واحد ما تفوش انت واحد مستنفع مستفيد من هاي الأزمة كمل بعدين جايين ما نتحمل شوية برد لا تحسسوني انه عايشين بسيبيريا لا تحسسوني انه نحنا صرنا بمشاعة العفارقة شبكون لليوم ربطة الخبز 50 ليرة ربطة الخبز أنا آسف انه بحب الخبز السياحي 50 ليرة ربطة الخبز اتفاجأ مسكين على هاد السؤال والله ما يعني هيك حظي نصيبي باكل الخبز سياحي يعني يلا استلموني هلا عليها كمان 50 ليرة ربطة الخبز كل رغيف الخبز ما بتموت مش جايين ما نتحمل شوية برد قاعد بالسيارة دفيان مشغل شوفاج وعم تحكي عالبرد شبعان وعم تحكي عالجوع معبايين جيباق مصاري وعم تحكي عالفقير اطفال ماتت من البرد حضرتك عم تتمسخر جايين ما نتحمل شوية برد والنهفة ما بتعرف قديش حق ربطة الخبز عاملي فيها اعلامي الخبز الخبز الغني والفقير والدنيا كلها بتحتاجه ما بتعرف قديش حق ربطة الخبز هذا دليل قديش حق انت شخص مرفع بتاكل جاتو يمكن انت بتاكل بس انت ما بتاكل الخبز العادي انت متعود على الخبز السياحي هلا بيستلموني طبعا مني استلمك اذا ربطة الخبز تبع بلدك انا اللي عايش بالسويد بعرف قديش حق ربطة الخبز قاعد بسوريا 8 سنين وقال لك عم تبيض علينا بالمباشر من اوله لاخره وما بتعرف قديش حق ربطة الخبز يا حضرت الاعلامي الاعلامي العظيم شو بدي قللك مرحب اع اع ايه والله ايه وعم قل لي مجوغ ياس عم قل لي اع لامي انا مرحب حكي شي عفكرة بس رح تجيك تعليقات كتير حلوة على الفيديو يا ابرطة خبز نعم ايه مع عرف ايه ايه مع عرف ايه اع لامي يلا روح